عشان نعمل الكابكيك معنا كوباية و 3 تربع من دقيق الشوفان نص معلقة صغيرة من الباكينج صودا نص معلقة صغيرة من الملح نص كوب سكر نص كوباية من سوس التفاح اللي هو تفاح مسلوق ومهروس نص كوباية من زيت جوز الهند معلقتين كبار من عصير اللمون بشر لمونتين ومعلقتين كبار من لبن جوز الهند معلقة من الفانيليا بيتين ومعلقة كبيرة من بزور الشيخ هحط البيض الفانيليا ممكن اكتفي بيها وممكن احط شوية بشر اللمون سوس التفاح او يعني تفاح مهروس مسلوق ومهروس عصير اللمون لبن جوز الهند هقفل هشغل هحط عليهم السكر وهنزل عليهم زيت جوز الهند برا هحط دقيق الشفان عليه رشة الملح وعليهم البيكنج سودا وبزور الشيخ ننزل بقى الزيت الاول وبعدين ننزل المقادير الجفة اللي حابب انه هو يسيح شوية زيت جوز الهند قبل ما يستخدمه ماشي الحال ما فيش اي مشكلة مش هتفرق معنا في حاجة المقادير الجفة وقفل وشغل طيب ممكن زي ما قلتلكم توفروا مطحنة في البيت وتطحنوا الحاجة بتاعتكو في البيت فتبقوا برضو متطمنين انتو بتاكلوا ايه او بتاكلوا الولاد ايه ده للناس اللي عندها حساسية هحط صانية للكاب كيك فيها ورق كاب كيك وبتدي ارس هبتدي انا اقديها شوية من الكريم شانتي كده اللون اللي في الكريم شانتي ده عملنا ازاي حطينا نقطة لون على الكيس وبعدين ضربنا الكريم شانتي وبعدين حطيناه في الكيس اللي احنا حطينا فيه الدروبس بتاعة الالوان هنا كده اللون طبعا اللي انتو عايزينه وبالتالي هتطلع شكلها كده اشتركوا في القناة